السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درسنا اليوم كيف نحمل المقاطع الصوتية أو المقاطع الفيديو إلى آخره أو الكتب إلى آخره بدون ما تتعب طبعا أول شيء من موقع ميداد طبعا أول شيء أعرفكم على موقع ميداد موقع ميداد من أضخم المواقع على الإنترنت اللي فيه قرآن كريم وفيه محاضرات اسلامية وفيه كتب فيه فشوفهم الإحصائيات عندها 1269 ألف كتاب وعندها ثمان ثلاثين مصحف كامل وثلاثة العلمية أربع آلاف ومقالات سبعمية و الكتب ستالاف سبعمية واثنين والعلماء والدعاة تسع آلاف وثمامية إلى آخره والتلاوات 134 ألف تلاوه والمحاضرات 156 ألف يعني علمهم يعني شوفوا موقع جدا ضخم أنا أعطيكم طريقة كيف نحمل أول شيء مثلا منصور السلمي أو السالمي 114 تلاوه ندخل عليها طبعا شوفوا في أشياء كبيرة كميات كبيرة صوتيات وكذا مش موجودة على اليوتيوب فتقدر أنك أنت تحمل تمام المقاطع هذه وتحطها في اليوتيوب ترى يعني فيها أجر كبير وطريقة تحويل المقاطع الصوتية إلى مقطع فيديو ترى جدا سهل برنامج واحد عندك ألف ألف مقطع صوتي يقدر يحول على طول بدون منتاج بدون خرابيط بدون كذا وتحط سواء صورة وكذا بحط لكم رابط تمام رابط كيفية تحويل الصوت إلى فيديو تمام وفيه بعض التفاصيل لكن مقطعنا هذا كيف نحمل تمام عندنا هنا 114 صورة كيف أني أحملهم صعب مجهد أني أنا طبعا موقع مداد مشكلتها فقط أنه ما في تحميل كل لجميع الملفات فأضطر أني أنا أنزل على واحدة واحدة أنزل هنا تمام بدأنا أنتقل للثانية ونزلها لا أعطيكم طريقة جدا سهلة نحتاج له هذا البرنامج وهذا البرنامج مجاني بالكامل ورابطه راح أحطه تحت في وصف الفيديو كل ما عليك هو تسجيل الحركة اللي أنت تبي تقوم فيها طبعا أنا سويت عليه مقاطع كثيرة هذا البرنامج يعني جدا برنامج فادني بشكل مطبيعي طيب أول شي نسجل الحركة اللي نبغاها تمام نبغى أول شي يحمل اللي هنا ثم ينتقل إلى الصورة التي بعدها خلاص يقف إلى هنا مدة عشر ثواني الآن كم مرة تبغى تكرر هالعملية أبغى أكررها مئة واربطاعش مرة لأنه مئة واربطاعش عدد الملفات تمام لأنه مئة واربطاعش عدد الملفات طيب الآن كل ما عليك هو بلاي شوفوا شنون أنا ما أتحرك ما قاعد أسوي أي شي الجهاز هو اللي يقوم بالعملية هذه كلها يعني شوفوا أنا ما ألمشت الفارة ولا جيتها شوفوا شنون الآن بس كل ما عليك هو الانتظار فقط حتى تكتمل هذه العملية طبعا أنا أود أن أوجه لكم نصيحة يعني في مقاطعة صوتية في محاضرات في أشياء كده كثيرة تمام مش موجودة فأنت تقدر أنك تحطها في اليوتيوب وجميع الروابط في صندوق الوصف طبعا بس حاب أني أوضح لكم نقطة دقيقة بس حاب أني أو أوجه لكم نقطة حين بوقف بزر ما دوش اسمه هذا الزر اللي هو باس بحط لكم الزر إيقاف العملية تمام تقدر تحط سيف للشيء اللي أنت قبر شوي سويته وخلاص يعني تقدر تحفظه تقدر تكرره تقدر تخليه بطيء أو سريع طبعا فيه نقطة مثلا أنا اللي هو برنامج هذا الإضافات لبرنامج هذا التحميل تعرفون داولود مانينجر تمام؟ أنا لما أفعله على جوجل كروم وأسوي العملية شوف ما تصير يجيني من هنا فأنت حاب أنك تسويها بالشكل هذا أو أنك تلغي جوجل كروم وتخلي هذا متصفح ولي يحمل اللي أنت تبغى يعني أنا مثلا الحين أبسوي تسجيل جديد تمام؟ أول شيء يسوي كذا تمام؟ ثم يحمل هذا ثم يسوي نشوف نطبق هل يسوي على نفس الشيء اللي نبغى ولا لا بعدين يسوي كذا بعدين يسوي بعدين يسوي نكست طبعا وفي طريقة حقا القرآن الكريم كيف انك تحول التسمية وكذا كل شي موجود وايضا موجود عدة مقاطع ممكن تفيدك اذا انت حاب انك تدخل هذا المجال جدا جميل جدا انا نصحك فيه يكون لك وقف مجاني بالكامل بدون ما تدفع ولا ريال فانا انصحكم بالشغلة هذه جدا جميلة ممتعة انت اذا سويتها راح تستمتع بالعملية هذه ان شاء الله واتمنى لكم جميع التوفيق طبعا بس فيه نقطة هامة شوفوا هنا اللي هو سبعة ستة هذه ترتيب الصور تمام بس فيه برنامج يقدر يحول الارقام هذه الى مسميات الصورة يعني هذه يسميها الانعام وهذه يسميها مثلا المائدة وهذه كذا وهذه كذا يعني مروا مضبوط المقطع اللي راح احطه تحت راح يشرح لكم كيف تحولون المقاطع الصوتية الى فيديو وايضا كيفية تسمية الصور وشكرا لكم وهنا نتوقف لنهاية هذا الفيديو ولا تنسى قول سبحان الله والحمد لله ولا اله لله ولا حلو القتل بالله الباقيات الصالحات